تضافر جهود أهلها ومثال حي على أرض الواقع للوعي الشعبي وتضافر جهود الدولة ممثلة في مؤسساتها والشعب لأن الشعب جزء من الدولة والمؤسسات جزء من الدولة لابا احنا كلنا كده على بعض هي الدولة احنا كده على بعض جمهورية مصر العربية كل واحد فينا بيقومه دوره اللي تبرع بالأرض واللي يجيله على وراها واللي الأبناء التعليمية ويتمثل جهة حكومية المحافظة كل ده هي جمهورية مصر العربية ده الفكر السليم اللي أنا أقدر أساهم بإيه بحل مشكلة المجتمع اللي أنا موجود بيه فبالتالي الدولة عليها دور وأنا عليها دور أنا بسهل على الدولة حاجة وهي بتعملي حاجة ما أقبش متفرج على الدولة ومستني إنها تعمل لي كل حاجة الحقيقة تاني مرة أتواجد في برق العز وكله كان مسال حي للوعي والإدراك والمسؤولية والمسؤولية كلنا أنا بحس هنا إن إحنا لو جئنا ندينا القرية هنقول فرصة معينة عيبها على الدولة أعتقد الناس دي وهنا هترفضها هتقول لا إحنا علينا دور نهوم بيه والدولة هتوم بالباقي الله أكبر الله أكبر لفتي تحطرس بناء كالطر إنها بيجعيلي يا دوكتور إن شاء الله إن شاء الله بانتاز الفرصة بحي أهل برق العز بقول لهم جميعا كل سارة هم تطيبين والمرة التانية بنقل لهم تحيات فخمت الرئيس عبد الفتاح السيسي الإحساس بالحب اللي أنا شايفه في إنهم أطلقوا بقولها هوا لم يكن إطلاق اسم السيد الرئيس على المدرسة من منطلق حكومي وهو من عندي وهو فقر ليه لو أنا اللي بقوله ولكن لا حينما تكون طبعا بقولها من وعي شعبي ورغبة في المتبرعين وأهل القرية إن اسم المدرسة يكون باسم السيد الرئيس ده منطلق شعبي وبالتالي لقوه جد على الأرض مش قرار حكومي لا ده قرار شعبي وأنا ملتزم بهذا القرار الشعبي